نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا السائل يقول ما المقصود بقوله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هل شعائر الله سبحانه وتعالى تشمل الأماكن والأزمنة؟ نعم اللفظ عام ولكن الآية في الهدي في الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافة فإذا وجبت جنوبها فأكلوا منها وأطعموا القامعة والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فالإبل من شعائر الله سبحانه وتعالى لأنها منها يكون الهدي والأضحية ويكون منها الصدقات والخيرات نعم